أهلا بكم سجل حافل من الجرائم المتكبة ضد مصر وشعبها سطرته جماعة الإخوان الإرهابية قبل وبعد ثورة يونيو المجيدة شهور قليلة تولت خلالها تلك الجماعة الإرهابية حكم مصر كانت كفيلة لإظهار وجهها الحقيقي لتؤكد أنها لم تكن على قدر المسئولية أمام الله والوطن وشعب مصر العظيم جرائم عدة ارتكبتها جماعة الإخوان الإرهابية بحق مصر والمصريين من أبرزها التخابر مع جهات أجنبية واقتحى مفقدود الشرقية للبلاد إلى جانب غرفة عملات ربعة وتهديد المصريين المطالبين باستعادة دولتهم بالعنف والإرهاب القضاء المصري أصدر أحكام رادعة ضد كل من أراد شرا بالوطن والمواطنين وفي مقدمتهم جماعة الأخوان الإرهابية التي زادت من وطيرة جرائمها ضد مصر من خلال أحداث قصر الاتحادية وإفساح المجال للميليشيات لإرهاب المصريين باستخدام أسليب مختلفة من بينها لاستجواب تحت التهديد واغتيال الصحفيين ومن بينهم الحسيني أبو ضيف واغتيال ضباط الشرطة في قسم كداسة إلى جانب أحداث رمسيس الأولى ومسجد الاستقامة واقتيال النائب العام هشام بركات وحينما استشرت جماعة الأخوان الإرهابية في إجرامها وغدرها كانت التضحية الكبيرة من جانب القوات المسلحة والشرطة لإعادة الأمن والأمان للوطن والتصدي للأعمال الإرهابية محققين نجاحات كبيرة في استعادة الأمن والاستقرار وإحباط مخاططات قوى الشر والإرهاب معركة أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي مرارا وتكرارا منذ توليه مقاليد الحكم عزم مصر على استمرارها حتى اقتلاع جذور الإرهاب وما تسببت به هذه الآفة من خسائر فادحة على مختلف المستويات أوجبت مواجهة الإرهاب بحسم وقوة من خلال تبني استراتيجية شاملة تراعي أبعاد الظاهرة القوات المسلحة بدورها نفذت عدة عمليات عسكرية ضخمة في شمال سيناء للقضاء على الإرهاب وأبرزها العملية الشاملة والتي أدت لنجاحات كبيرة في اقتلاع جذور الإرهاب وضبط عدد كبير من العناصر الإرهابية وتقدمه لمحاكمة وأعادت الحياة في شمال سيناء إلى طبيعتها فضلا عن النجاحات المتحققة في مجال ملاحقة العناصر الإرهابية الهاربة إلى الخارج وفي مقدمتهم الإرهابي هشام عشماوي حولت جماعة الأخوان الإرهابية خلال السنوات الماضية شرعانة مسألة تبني العنف والإرهاب انتقاما من الشعب الذي أسقطهم عن سدة الحكم فعملت الجماعة على تفعيل عدد من الخلايا النوعية بأسماء وهمية متعددة باعتبارها كيانات مستقلة لا علاقة لها بالتنظيم لإعادته إلى الحياة وافتعال الاشتباكات مع الموطنين في عدة محافظات من بينها الإسكندرية وذلك بالتوازي مع تهديدات قيادات بالجماعة الإرهابية بأن العمليات الإرهابية ستتوقف في سيناء حال عودة مرسي للحكم من يمثل اعترافا بمسؤولية الإخوان عن الإرهاب إذن هي جرائم عديدة ممتدة منذ تاريخ تأسيس الجماعة الإرهابية إلى أن الشعب المصري وفي كل مرة يطل فيها الإرهاب بوجهه القبيح يؤكد على امتلاكه وبحق درعا وسيفا قادرا على حمايته وأبطالا يضحون بكل غال ونفيس لرفعة الوطن موسيقى